أأمو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تاقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنطرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفيا وكم أرسلنا من نبي وفي الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئوا فأهلكنا أشد منهم بتشوا ومضى مثل الأولين وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ وَالَّذِي جِعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجِعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَأْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ وَفَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَاجْعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لتستو على دوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمقلبون وجعلوا له من إباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأسفاكم بالبني وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كبير أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فشهدوا خلقهم ستبتب شهادتهم ويسألوا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخلصوا أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آسارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آسارهم مهتدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان آقبة المكذبيا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدوا إلا الذي فطرني فإنه سيهديا وجرع لها كلمة باقية وفي أقبه لعلهم يرجعوا بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعوا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من وفضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن وكل ذلك لما متاء الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقيا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيط له شيطانا وفهو له قريا وإنهم ليسدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريا ولن يوفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركوا أفأنت تسمع السم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبيا فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقموا أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدروا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على شراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألوا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدوا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يقحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لم تدوا فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكسوا ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبسروا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنيا فاستخف قومه فأطاؤوه إنهم كانوا قوما فاسقيا فلما آسفونا انتقونا منهم فأورقناهم أجمعيا فاجعلناهم سلفا ومسلا للآخرين ولما ضرب بن مريم مثلا إذا قومك منه يشدوا وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصموا إن هو إلا عبد أن أمنا عليه وجعلناه مسلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة وفي الأرض يخلصوا وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوا هذا سراط مستقيم ولا يسدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبيا ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوا هذا سراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من أذاب يوم أليا هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتته وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم أحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلميا أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بشحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورستموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة وكسيرة منها تأكلون إن المجرمين في أذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم ظالميا ونادوا يا مالك اليقض علينا ربك قال إنكم ماكسوا لقد جئناكم بالحق ولكن أكسركم للحق كارهوا أم أبرموا أمرا فإنا مبرموا أم يحسبون أننا لا يسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولدوا فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب الأرش عما يسفون فذرهم يخوضوا ويلعنوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعنوا فهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فهو الحكيم العلي وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا ما شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفقون وقيلني يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاشفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون